الوصول الحر هو إذن مصطلح يشير إلى الوصول إلى مخرجات البحث العلمي بدون قيد أو شرط ويشمل الوصول الحر كل أنواع مخرجات البحث العلمي بما في ذلك المنشورات الخاضعة لمراجعة النظراء وورقات المؤتمرات وأبواب الكتب إلى غير ذلك وفي الحقيقة يتنزل موضوع الوصول الحر في إطار أوسع يتعلق بإصلاح منظومة نشر المقالات الأكاديمية تواريخ ثلاث كانت محطات مفصلية في حراك الوصول الحر عام 2000 حيث نشأت مبادرة بودابست للوصول الحر جوان 2003 حيث تمت صياغة بيان بيت حزدة حول الوصول الحر وأكتوبر 2003 حيث تم إعلان برلين حول الوصول الحر في ميادين العلوم والإنسانيات وعادة يصنف الوصول الحر إلى درجتين الدرجة الأولى وتشير إلى وصول مجاني للمستعمل ثم الدرجة الثانية وتشير إلى وصول مجاني مع إمكانية إضافة بعض حقوق الاستعمال التي تحددها الرغص المتاحة كيف يمكن للباحث أن ينشر أبحاثه حسب مقتضيات الوصول الحر؟ الطريقة الأولى تتمثل في أن يخرج الباحث نتائج بحثه في مستودع رقمي يخول الوصول الحر مثل مثلا مستودع الجامعة هذا إن وجد طبعا ويعرف هذا التمشي بالوصول الحر الأخضر الطريقة الثانية تتمثل في نشر المقال في مجلة علمية وهي التي توفر الوصول الحر وتوصف هذه الطريقة الثانية في الوصول الحر بالطريقة الذهبية في هذه الحالة بالذات أي في حالة الوصول الحر عبر النشر في مجلة علمية إما أن تكون المجلة في حد ذاتها من نوع الوصول الحر أي أنها توفر لكل من يرغب في تحميل المقال أو إعادة نشره إمكانية فعل ذلك أو أن تكون المجلة مجلة هجينة أي أن تتيح المجلة فرصة الوصول الحر بالنسبة للمقالات التي يدفع أصحابها أو بالأحرى تدفع الجامعات والمؤسسات البحثية التي ينتمي إليها أصحاب هذه المقالات رسومات معينة في مقابل وضع المقال على طريقة الوصول الحر أي إتاحته مجاناً للمستعمل وإتاحة إعادة توزيعه وفي هذه الحالة أي في حالة وضعية المجلة الهجينة عوض أن يدفع مستعمل المقال حقوق الاستعمال الكاتب هو الذي يدفع الرسومات من أجل أن ينشر مقاله على طريقة الوصول الحر ترجمة نانسي قنقر